نشاهد لحظة صلح ملك المغرب محمد السادس ورئيس تبون في القمة العربية بالسعودية اليوم بعد تدخل رئيس تركي اردوغان ومشاهد مؤثرة سنشاهدها معا ولكن اذا كنت تتفق بان المغرب والجزائر اخوة فيرجى الاجاب بهذا الفيديو وتعطي فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم تعرف العلاقات المغربية الجزائرية منذ القدم بالمتدهورة وذلك بسبب بعض الخلافات السياسية والنزاع على الصحراء المغربية ما تسبب في قطع العلاقات بين البلدين واغلاق جميع الخطوط الجوية بينهما لكن ما هز العالم هو ما احدث اليوم في القمة العربية بالسعودية بعد لقاء رئيس تبون بمحمد السادس حيث دخل على الخط بينهما رئيس تركي اردوغان قائلا بانا نحن مسلمين والمغرب والجزائر شعب له دين واحد وتقاليد وثقافة واحدة ولا يجب ان نسمح لبعض الخلافات التافيه بالتفريق بينكم فانتم شعب واحد ولن اغادر هذه القمة حتى المشم لكم باذن الله تعالى وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا عفوية جميلة يظهر فيه رئيس تبون والملك محمد السادس وهم يعاني قام بعضهما البعض مما تصفيقات الرؤساء والقاد العرب في مشهد اصبح حديث للصحافة العربية والعالمية اليوم واثار اعجابا كبيرا وتفاعلا من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن فرحتهم بهذه الخطوة الانسانية التي قام بها رئيس اردوغان للمشمل المغرب والجزار وفي النهاية اذا كنت سعيدا بهذا الصلح وتراه فاتحة خير بين البلدين فيرجى الاعجاب بهذا الفيديو ولا تنسوا الاشتراك في القناة اشتركوا في القناة